اهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما الفين واحد وعشرين شبه تعافت سينمائيا وكان فيها افلام افضل واكتر من الفين وعشرين بسبب الكورونا والكلام ده. فمن وجهة نظري الفين اتنين وعشرين هتكون هي السنة اللي تعافى فيها التلفزيون والاعمال والمسلسلات اللي هتنزل على المنصات الستريمج والكلام ده. لان السنة دي فيه مواسم كتير جديدة من مسلسلات كلنا حبينها ومنتظرين مواسم جديدة بتاعتها بقالنا كزا سنة. فكل ده هنتكلم فيه النهاردة فيلا بينا انا عبدالله الاعصر والنهاردة هنتكلم عن اهم المسلسلات اللي هتتعرض في سنة الفين اتنين وعشرين. المبدايا الفيديو ده نازل متأخر شوية كان مفروض ينزل في بداية السنة اكتر من كده ولكن وقتها في اعمال كتير من اللي هنتكلم عليها النهاردة وما كناش نعرف لسه مواعيد عرضها هتكون امتى? وبالفعل من بداية السنة لغاية النهاردة في وقت تسجيل الفيديو ده ونزوله في شهر فبراير. كان في مسلسلين مهمين كنا هنتكلم عنهم بس تم عرضهم خلاص بدأ عرضهم. اول مسلسل فيهم هو مسلسل بيسميكر وده مسلسل مشتق من عالم السنمائي اللي تكلمنا عنه وترتيبه قبل كده في فيديو هسيبه لك في الاي اللي تطلع فوق هنا. والمسلسل من بطولة اللي بيقوم بشخصية اللي قابلناها في فيلم السنة اللي فاتت. والتاني مسلسل فيهم هو بقيت الموسم اللي 11 من مسلسل وبدأ عرضه يوم 13 فبراير من الحلقة التسعة ونكملين بقى الله اعلم لغاية امتى. بعد كده عندنا بقيت المسلسلات اللي نازلة في بقيت السنة واللي عارفين موعيد صدورها وتحددت من الشركة. ونبدأهم بمسلسل اللي من انتاج وهو مسلسل مشتق من مسلسل واحداثه هتدور بعد مية سنة من انتهاء مسلسل والمسلسل هيبدأ عرضه على يوم 25 فبراير. بعد كده على طول بنروح لانجلترا وبي بي سي ومعنا الموسم السادس من مسلسل واللي هيبدأ عرضه يوم 27 فبراير. بعد كده معنا الموسم التاني من مسلسل نيتفلكس بريد جيرتون اللي هينزل يوم 25 مارس. بعد كده مع نا اول مسلسل في السنة وهو مسلسل وهيبدأ عرضه يوم 30 مارس. بعد كده معنا اخيرا وبعد طول انتظار الموسم السادس من مسلسل اللي بحبه جدا 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 وهو وهيبدأ عرضه يوم 18 ابريل وللأسف هنمشي نظام حلقة كل اسبوع. بعد كده عندنا المسم الرابع من المسلسل اللي طال انتظاره جدا برده وهو مسلسل المسلسل هنزل على جزئين زي ما عملوا في كده الجزء الاخير هنزل اول جزء منه يوم سبعة وعشرين خمسة وجزء التاني هنزل يوم واحد سبعة. بعد كده عندنا المسم التالت من مسلسل واللي هيتعرض يوم ثلاثة ستة. بعد كده عندنا اول مسم من مسلسل للناس متحمساته جدا وهو المسلسل مشطق من السلسلة المحموبة جدا جدا. المسلسل هيكون اسمه وهيبدأ عرضه يوم تلاتة سبتمبر. وبكده من وجهة نظر يكون خلصنا اهم المسلسلات اللي الناس مستنيها السنة دي وبالفعل صدر لها معايد لعرض اول حلقة فيها. هنقول دلوقتي بعض المسلسلات اللي المفروض ان هي هتنزل في بقية سنة الفين اتنين وعشرين ولكن ما لهاش لغا دلوقتي معايد محدد لبدء عرضها. اول مسلسل في يوم وهو المسلسل المنتظر بشدة جدا جدا وهو مسلسل. والمسلسل ده مشتق من مسلسل واحداثه بتدور قبل احداث جيم افترونز بمية او متين سنة تقريبا. والمسلسل احداثه هتدور بشكل اساسي على عائلة. انا عارف ان السنة دي تبنيها زحمة مسلسلات مشتقة بس هنعمل ايه? هتمنى ان هم يطلعوا حلوين فعلا. وكمان السنة دي المفترض ان احنا عندنا المسم التالت من المسلسل اللي تابع لسلسلة وهو مسلسل وكمان عندنا المسم التالت من مسلسل قبل المحبوب جدا. وكمان عندنا تلات مسلسلات كمان من مارفل اللي المفروض ينزلو في الفين اتنين وعشرين ومش محدد هنزلو امتى بالزبط? واتوقع على الاقل واحد فيهم هيترحل لالفين تلاتة وعشرين. اول مسلسل فيهم هو ميس مارفل. تاني مسلسل هو شي هالك. وتالت واحد هو سكرت. وكمان المفروض السنة دي عندنا المسم الخامس من مسلسل نتفليكس الانجليزي دا كراون. وايه اخر حاجة معنا في الفيديو دا هي الموسم السادس من مسلسل. وبس كده دي كانت كل المسلسلات اللي معنا في الفيديو دا عرفوني في كومنتات ايه اكتر مسلسل المتحمسين ليه? وايه كالعادة? لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اللايك. ولو تحب تشوفني تاني اعمل سبسكرايب ولايك لصفحة الفيسبوك. سيب لك اللينك في ديسكريبشن. وايه بس كده. سلام.